موسيقى كل مشاهدي ومتابعي السادسة أهلا وسهلا بكم ومعاكم نبدأ حلقة جديدة من النهاردة عنوانها طبعا الأهم الأهلي سانداونز موقعات القاهرة 24 ساعة في منتهى الأهمية على كل المستويات مش بس في الملعب جمهور الأهلي في 24 ساعة اللي جاية دي ليه دور كبير وعليه عامل مهم جدا سواء في الدعم المعناوي للناس اللي مش هتقدر تروح تحضر المباراة في الأستاذ أو طبعا اللعب رقم واحد جمهور الأهلي جماهير الأهلي اللي هتحضر بكامل ساعة الساد القاهرة بكرا إن شاء الله ويكون ليها دور كبير جدا في الحسم إحنا أبطال إفريقيا إحنا أسياد القارة وارد جدا وبتحصل الأهلي يكون لي كبوة هنا أو كبوة هناك لكن ده ما يعنيش أبدا إنه الأهلي مش البطل أو المرشح الأول دايما لحصد كل الألقات رهان عندي أنا شخصيا بكرا على الروح روح الفانيلا الحمرة اللي لو حضرت في الأستاذ ما فيش فريق يقدر يقف قدامنا على ما لعبنا ولا وسط جمهورنا ويسيبك من كل الكلام اللي تقال حطه في إطار الإشعاعات حطه في إطار حالة الهزان حطه زي ما تحطه وأغلبه الحقيقة مش صحيح كلامه عن مشاكل وكلامه عن خلافات وكلامه على مرسل كولر وكلامه على لعبة النادي الأهلي هم هم نفس اللعيبة هو هو نفس الجيل اللي تعود دايما على حصد الألقاب والبطلات غابت عننا الروح يمكن في البطولة دي لزرف بأدينا أو خارج عن إراضتنا لكن في النهاية نقدر نرجع وخصوصا إنه النتيجة مش كبيرة وأنا بحس إنه لعبتنا فرقتنا اتعودت دايما تطلع أفضل ما عندها في المواقف الصعبة ما بيظهرش معدن لعبة النادي الأهلي ما تظهرش طوق لفرقة النادي الأهلي إلا ما يكون فيه اختبار حقيقي يبقى فيه تحدي حقيقي وبكرة واحد من أهم وأصعب التحديات في الموسم كله مش بس في البطولة دي وأنا ما زلت عند رأيي اللي هيفوز في مباراة بكرة فرص كبيرة جدا في تحقيق اللقب الأول من نسخة الدوري الأفريقي كلام كتير عن الماتشو كلام كتير على تصريحات المديرين الفنيين طبعا أنا يهمني بشكل كبير جدا تصريحات مارسل كولر اللي جات بشكل إيجابي جدا ورفعت لي أنا شخصيا من روحي المعنوية كلام الحقيقي عن تفاقله وانبساطه وساعته بوجود جماهير النادي الأهلي بالكامل في أستاذ بكرة شيء الحقيقي يدينا يعني يدفع كبيرة جدا وسيخة كبيرة جدا في جمهور النادي الأهلي اللي قادر يكون حاسم ومؤثر في مباراة بكرة تصريحات موكوين الحقيقة اللي محتاجها وفمعها بشدة راجل بيتكلم الحقيقة وكأنه تأهل بالفعل وهو غير مدرك أو غير قارئ للتاريخ بشكل جيد وكأنه هو اللي حصل على 11 لقب من بطولات أفريقيا رغم أنه رصيده هو شخصيا خالي الوفاد البطولة الوحيدة اللي حقا سانداونز في أفريقيا كانت على اسم أو متسجلة على اسم موسيماني لكن وماله ما يدرش زي ما بيقولوا بالعكس أنا أعتقد أن الحاجات دي بتشجعنا أكتر وبتعلينا أكتر وبتستفز فينا روح البطولة اللي بإذن الله تكون حضرة في ملعب القاهرة بكرة كمان دقايق هيبدأ تمرين الأهلي الأول والأخير هي أول رئيسي لمباراة بكرة إن شاء الله هنحاول نتابع مع حضراتكم لقطات من التمرين ونتطمن على لعبتنا ونتطمن على الأسماء اللي ممكن تكون جاهزة وممكن تكون حضرة في مماتش بكرة توقعاتي وبعض معلوماتي بتقول أنه هيكون فيه تغييرات على طريقة لعب وعلى الأسماء اللي بدأت اللقاء في بريتوريا لكن التفاصيل كلها هتكون عند مستر مارسل كولر واللي هنحاول أن احنا نقرأ النهاردة أفكاره للمباراة مش بس أفكار كولر أفكار كمان رولاني مكوينة المدير الفني لسانداونز اللي جاي وهو مرتاح وده شيء أعتقد أنه بيصب فيه مصلحتنا على كل أحوال قبل ما ندخل في أهم أخبارنا وتفاصيل حلقتنا النهاردة خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر